موسيقى أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة وموسم جديد من برناريكول مفضل تعلم البرمجة معاكم عليك كاشف ونعرف الحلقة دي حاجات كتير عن البرمجة زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت عن ال data types او انواع البيانات وعرفنا كمان ان كل data او كل بيانات انا عايز اخنزانها جوة الزكرة في ساعة الكمبيوتر مش كفاية ان اعمل variable اضعها فيها لا انا كمان لازم اكون اعرف ايه النوع بتاع البيانات دي عشان اقدر اتعامل معاها فمثلا ما ينفعش ان انا اجمع رقمين مع بعض بس اكون مخنزانهم بس نقطة string في ساعتها هلاقي ان العملية فيها error او بتطلع بشكل مش مظبوط دي كلها حاجات اتعلمنا ان احنا ازاي نخلي بالنا منها وكمان ازاي نقدر نعرفها عن طريق الامر type والامر type كان بيقدر ان هو اسأل الكمبيوتر على نوع بتاع data معينة وهو يرد علي بالاجابة قدرنا نعمل بيها examples وامثالة مختلفة الحلقة دي كمان مكملين مع بعض علشان نحل اخر مشكلة حصلت معنا وهي لو عايز احط integer جنب string او نوعين من البيانات مختلفين عن بعض جنب بعض وشفنا ان الحالة دي بيطلع لي فيها error وان الكمبيوتر مش بيقدر ان هو ينفزها فيه trickات ممكن نتعلمها سوا او طرق نقدر نعمل بيها الموضوع دوت ونعرف كمان هنحتاجه في ايه قلونا نبدأ الحلقة ونعرف كل الحاجات دي هتتعامل ازاي جاهزين يلا بينا وكالعادة خلونا نبدأ مع بعض بمثال بسيط جدا اكيد كلنا جربنا اول ما بينجيب اي جهاز ايا يكون ايه هو بنلاقي موجود في ورق عبارة عن كاتالوج بيشرح الجهاز دوت بيشنغل ازاي ودوت لان ممكن اي حد ما يكونش عارف الجهاز دوت بيشنغل ازاي او حتى ما تعملش معاه قبل كده فلازم يكون فيه زي منول او دليل بيوضح طريقة التعامل مع الجهاز دوت وازاي نقدر نستخدمه نفس المثال دوت ممكن نطبقه على الاكواد البرمجية ممكن مبرمج يكون كاتب كود برمجي معين بيعمل وظائف كتيرة بس اول ما حد مبرمج تاني يبص على الكود مايفهمش خالص هو بيعمل ايه او حتى هيحتاج وقت كبير لحد ما يشوف امر امر ويبتدي يجمع البنفيذ بتاع البرنامج والموضوع دوت ممكن يعمل لها شوية صعبات فتعالنا نعرف ازاي هنقدر نحل المشكلة دي بالبرمجة هنقدر نحل المشكلة دي من خلال امر مهم جدا اسمه الكومنت فهنبتدي نتعرف مع بعض ايه هي الكومنت وبعد كده هنتكلم على حاجة اسمها اليوزر انبوت وكمان الفاريبل كونفرشن والبراكتكال اجزامبلز اللي هنطبق فيها على كل الحاجات اللي احنا هنقولها ممكن يكون جهاز هنتعامل معاه تعليمات معينة لازم نتعامل معاه بيها فبنلاقي مانوال او كتالوج بيعرفنا التعليمات دي عشان نقدر نستخدم الجهاز نفس الكلام في الاكواد البرمجية تقيل انت مورمج فاتح كود برمجي بالشكل اللي قدامنا دوت هتفهم هو بيعمل ايه الموضوع هيكون صعب حتى لو انت اللي كنت كاتب الاكواد دي لان مع الوقت ممكن تنسى الكود دوت بيعمل ايه او حتى علشان تعرف هو ايه وظيفته هتحتاج ان انت تاخد وقت وتبص كويس في كل امر وتعرف ايه الحاجة اللي كانت مطلوبة منه والموضوع ده ممكن يسبب لنا شوية مشاكل لان مش مع كل كود برمجي هنكتبه هنقعد تاني اول ما نفتحه نفتكر هو كان بيعمل ايه فعشان كده بنستخدم الكومنت اكيد سمعنا عن الكومنت او التعليقات في اي حاجة حوالينا من اول السوشيال ميديا لحاجات تانية كتير الكومنت موجودة برضو في البرمجة وبالذات في البايسون ودوت لان ليها استخدمات مهمة جدا نفس المشكلة اللي احنا اتكلمنا فيها وهي تبسيط الكود البرمجي ممكن يكون حد كتب كود برمجي بيعمل مهمة معينة مثلا بيحسب ارقام بس مع الوقت مقدرش ان هو يفتكر الكود دوت بيعمل ايه فساعتها هيحتاج ان هو يبص عليه من الاول وجديد زي ما اتكلمنا بس لو عمل كومنت او تعليق بسيط في بداية الكود وكتب التفاصيل بتاعة الكود زي الكود دوت بيعمل ايه او ايه الاوامر اللي هو كان مستخدمها الموضوع هيكون ابسط بكتير وبمجرد نزرع على الكومنت هيقدر يفهم الكود دوت على طول ايه الوظيفة منه مش بس كده احنا كمان زي ما هنتعرف مع بعض ان اي كود برمجي لبرنامج معين نزال البرامج اللي احنا نستخدمها في حياتنا اليومية مش بيتكون من سطر ولا اتنين لا ده بيكون متكون من سطور جئ كتير جدا ممكن توصل لمية سطر او الف او حتى اكتر من كده وعشان كده مش بيكون مبرمج واحد هو اللي بيشتغل عليه لا بيكون فيه تيم او فريق عمل كامل بيشتغل على البرنامج دوت عشان يطلعوا بالصورة اللي احنا نستخدمها فممكن يكون كل مبرمج دولت مسؤول على جزء معين والمبرمج التاني بيساعده علشان يكمل الجزء ده فلازم يكون فيه وصيل التواصل ما بين المبرمجين علشان كل مبرمج يعرف الاكواد البرمجية دي ايه الوظيفة منها فبالضبط بيبتدوا ان هم يكتبوا البعض كومنتس على كل امر برمجي او كل جزء من الاوامر بحيث ان اول ما المبرمج يشوف الكومنت دوت يقدر يعرف المبرمج التاني كان بيكتب اوامر تنفذ ايه وبالطريقة دي بيقدروا ان هم يتواصلوا مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة جدا دي كلها مميزات استحنمات الكومنتس واحنا كمان لازم نستحنم الكومنتس في الاوامر بتاعتنا علشان نقدر نعرف حاجات كتيرة بالذات في بداية رحلتنا للتعلم لازم كل امر برمجي هنتعلمه جديد نكتب عليه كومنت ونكتب ايه الوظيفة منه علشان بعد كده لو حبينا ان احنا نرجع للأوامر اللي تكلمنا عليها ونفهم اكتر او نفتكر هيكات بتعمل ايه نقدر نشوف الكومنت اللي احنا كتبناه ونفهم الامر دوت ايه اللي وصيفها منه تعالوا نشوف مع بعض الكومنتس ازاي نقدر نستحضمها ونكتبها بلغة برمجة البايزا عندي نوعين من طرق كتابة الكومنتس اول نوع وهو لو عايز اكتب الكومنت في سطر واحد او لين واحد تعالوا نجرب الموضوع دوت مع بعض فابتدي افتح برنامج ال VSCode بالشكل دوت ومع براجكت جديد خلونا نطبق الكلام اللي احنا عايزين عشان اقدر ان اكتب كومنت ما اقدرش اكتب الكلام اللي انا عايزه في اي مكان يعني لو جيت للبيسون وكتبت له ان انا عندي كومنت بالشكل دوت على سبيل المثال ونجربت ان ادوس على الرن هلاقيه طلع لي error ودوت لان انا كتبت كلام البيسون ما يعرفوش ولا شافه قبل كده طب مش قولنا ان الكومنت هو طريقة بقدر اكتب فيها اي حاجة علشان تفهمني الحاجة اللي انا عايزها بمعنى ان مفيش حاجة ثابتة لازم اكتبها او مفيش امر ثابت فليه لو كتبت كلمة كومنت بالشكل دوت هيجيبلي error دوت علشان كتبت كلمة كومنت على طول فما ينفعش اكتبها بالشكل دوت معنى انها كتبتها من غير اي اداية تانية الكمبيوتر بيفهم انها بكلمه او انها كتب له امر المفروض ان هو ينفزه فساعتها هلاقي الكمبيوتر بيقولي ان هو ما يعرفش حاجة بالاسم دوت عشان كده لازم اي كومنت نعمله نكتب قبليه علامة هاشتاج او علامة الشباك واللي بنقدر نكتب بها عن طريق ضغطنا على زرار الشفت مع زرار رقم سري وكده نكون عملنا علامة الهاشتاج او الشباك اللي منها قدرت ان اعرف الكمبيوتر انها اعمل هنا كومنت وان الكلام دوت مش عايز الكمبيوتر يبص عليه انا كتبه ليا او لأي يوزر هيشوف الكود دوت هنلاحظ كمان ان لون الكومنت اللينا كتبته اضغير ودوت بسبب ان الـ VS كود او البرنامج بتاعي قدر ان هو يميزه ويفهم ان دوت امر معين عبارة عن كومنت وزي ما قلنا الكومنت انا مش بكتبه للكومبيوتر وان الكمبيوتر مش بيبص عليه اصلا انا كتبه ليا ولا اي مبرمجة هيبص على الكود عشان يفهم الكود دوت بيعمل ايه تعالوا نجرب وندوس على زرار رن ونشوف ايه اللي هيحصله هلاقي ان الكمبيوتر ما ننفذش اي حاجة ولا قال لي ان فيه error ولا حتى طبع لي اي حاجة على الشاشة ودوت بسبب ان انا كأني ما كلمتهوش اصلا زي بالضبط لو شلت الكومنت بتاعي وسبته فاضي هلاقي ان نفس الـ output طلع دي بشكل دوت ولا قال لي اي حاجة جديدة ولا قال لي حتى ان فيه مشكلة فزي ما قلنا دوت معناه ان الكمبيوتر مش بيشوف اي كومنت انا هكتبه بالطريقة دي نقدر نكتب اول نوع من انواع الكومنت اللي احنا اتكلمنا عنها وان هي تكون سطر واحد او one line بس بحالة معايا لو جيت قلتلك ان عايز اكتب كلام كتير في الكومنت يعني عندي مثلا خمس سطور عايز اكتبهم هتقول لي هتنزل السطر الجديد وتعمل نفس العلامة بتاعت الهاشتاج او الشباك واكتب ال new comment بتاعي وهكذا هكرر العملية دي لخمس مرات اقدر اكتب اي حاجة انا عايزها في اي line بالطريقة دي قدرت ان انا اعمل خمس سطور مختلفة من ال comments وقدرت ان اكتب في كل line من ال lines دي امر مختلف او حاجة انا عايز اثبها عشان ابص عليها بعدين بس الموضوع ممكن نقول ان هو كان متعب شوية واخدت فيه كمان وقت تقالي معي لو قلتلك ان انا عايز اعمل 10 سطور او 20 او حتى 100 سطر ساعتها الموضوع هيكون صعب جدا وهنقض فيه وقت كبير بس فيه حاجة مهمة جدا لازم نكون عارفانها المبرمجين زي ما قلنا ان هم بيلاقوا حل لكل حاجة من اول مشكلة الكتاب اللي كنا عايزين نعمله 100 نسخة وكنا هنحض فيه وقت كبير بس الكمبيوتر سهل علينا الموضوع دوت ونفس الكلام في البرمجة ما ينفعش اكون بعمل برنامج او كود معين علشان احل مشكلة واعمل مشكلة تانية ان انا هعض وقت كبير اعمل اوامر ممكن تعمل بطريقة اسهل بكتير وهي تاني طريقة من ال comments ان انا لو عايز اعمل اكتر من line بس بطريقة سهلة جدا الطريقة اللي احنا شفناها دي قدرت ان اعمل home store في كل سطر كنت بحتاج ان اضيف علامة جديدة عشان اعرف الكمبيوتر ان دوت كومنت جديد بس الطريقة الاسهل من كده بكتير ان اعمل ثلاث علامات تنصيص بالشكل دوت عملت في سطر ثلاث علامات تنصيص سواء single او double مزدوجة او فردية ونفس الكلام في اخر سطر واي سطر ما بين العلامات دي اقدر ان اكتب فيها اي كومنت انا محتاجه مش احتاج مع كل مرة ان انا هضيف علامة جديدة لا انا اقدر ان اكتب اي كومنت وانزل سطر جديد واضيف الكومنت بتاعه على طول من غير ما اضيف اي علامة جديدة عن الكومنت اللي انا كتبتوا لأول مرة فكده نكون عرفنا طريقة ابسط بكتير ان انا لو احتاجت اعمل الكومنت بس لأكتر من سطر تخيل الكومنت بتاعك لو مثلا هياخد خمس سطور او مئة سطر زي ان انت بتكتب مقدمة عن البرنامج دوت والتفاصيل اللي انت محتاجها فيه وكل اوامر اللي انت عايز تستخدمها عشان بقي المبرمجين يعرفوها ساعتها الموضوع هيكون صعب جدا لو عدت تعمل كومنت بالطريقة الفردية اللي احنا عرفناها وهي الهاشتاج ساعتها نقدر ان احنا نستخدم الكومنت بالطريقة اللي احنا عرفناها وهي علامة التنصيص او السنجل كوتاشا بس سعنا نجرب حاجة مع بعض هسيب انخل كومنت انا عملته وهكتب فيه حاجة وسيطة مثلا بايسن تعرف ان الكومنت دوت نقدر ان احنا نحنزن جوه فريابل زي كده لو عملت فريابل اللي سميته اكس قلت ان اكس بتساوي الكومنت دوت ساعتها هلاقي ان الكومنت دوت اتخزن جوه الفريابل ودوت مش زي ما احنا قلنا في الكونسب بتاع ان الكمبيوتر مش بيوص على الكومنت هو في الحقيقة مش بيوص عليه الا لو قلتله بص على الكومنت دوت وعايزك ان انت تخنزنه لي ساعتها بس هيبتدي يشوف الكلام اللي اكتبته ويتخنزنه في المكان اللي قلتله عليه وهو اكس تعالوا نجرب بعد ما انا عملت الفريابل وقزنت جوه الكومنت بتاعي هيحصل ايه لو جربت ان انا اعمل برينت للفريابل دوت هدوس على علامة رون ونشوف ايه اللي هيحصل لقيته طبعلي نفس الحاجة اللي انا كنت احطتها جوه علامات التنصيص او في الكومنت بتاعي ودي حاجة ممكن يكون ليها استخدام في برنامج من البرامج او في تطبيق معايق وبكده تعرفنا على واحدة من اسهل الاوامر البرمجية اللي ممكن نستخدمها بس في نفس الوقت بتسهل علينا حاجات كتير جدا في عملية تطوير البرمجيات وبتساعد كمان المبرمجين ان هما يتواصلوا مع بعض وبتساعد المبرمج ان هو يعرف ايه الحاجة اللي كتبها علشان يفتكر الاوامر البرمجية من غير ما يبص على الاوامر بتاعته سطر سطر خصوصا لو كان الكود كبير خلنا نتعرف مع بعض برضو على اوامر تانية هساعدنا في حاجات تانية كتيرة في البايسون ونقدر نعمل بيها تطبيقات كتير موسيقى موسيقى